اشتركوا في القناة على احترام أخلاقية المهنة وعلى احترام الحقوق الكونية للإنسان بغينا على أنه الصحفي والصحفية سواء التي مارس الآن أولى المقبل على الممارسة على أنه يتملك الأدبيات ديال الأخلاقية المهنة ويتملك الأدبيات ديال حقوق الإنسان في مجالها الواسع فيها احترام حقوق الأقليات حقوق النساء وحقوق الأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية عقاء أو حقوق الأشخاص اللي كانين في وضعية الشام طبعا اليوم تلاحظو وكاملين الزخم الكبير اللي كان في التقطيات الصحفية واللي محتاجين فيه أن نحترم أخلاقية المهنة لا لصحفة الإشاعة لا لصحفة شهير لا لصحفة الفيك نيوز لا للصحفة التي تعتبر أخلاقية المهنة تعتبر حرية الصحفة هي خرق أخلاقيات المهنة لهذا اليوم حنا جئنا لمدينة بن ملال تعرفنا وتقسمنا بشكل كبير تجاربنا مع الطلبة الصحفيون ومع المرسل المعتمدين في هذه المدينة وتنعتبر من أدوار نقبة الوطنية الصحافة المغربية هو التكوين والتكوين المستمر للصحفيين والصحفيات وتنعتبر على أن الصحافة الجهوية مدعوة على أنها تكون صحافة تحترم أخلاقيات المهنة تناصرها وتتقاسم المسؤولية تجاه المجتمع من أجل صحافة تحترم أخلاقيات المهنة تنتصر إليها وتقدم الصحافة المنتصرة للخبر الصحيح نابدة للإشاعة نابدة لتشير ونابدة للفيك نيوز لا تنسوا اشتابعونا في قناة اليوتيوب جنة وفعلوا خاصية الجرس لكي يوصلكم كل جديدة ترون شامل الفيديو وبرتجوا الفيديو مع صاحبكم في مواقع التواصل الاجتماعية